ترجمة نانسي قنقر والجهات المختصة في المملكة للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة بالإضافة إلى تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع ما يعد تجاوزا مرفوضا وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة كما تبدي الوزارة أسفها الشديد لتغاضي القرارات بشكل فاضح عن التقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية والتركيز فقط على حالات محدودة دون تحر الدقة كما أخفق في نقل الصورة الكاملة عن تطور المسيرة الحقوقية في المملكة بأبعادها المختلفة بما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلمانية وتشدد وزارة الخارجية على أن احترام حقوق الإنسان والحريات يعد مكونا وطنيا أساسيا وأن مملكة البحرين تتبنى النهجة للسباقية والوقائي بشأن أي مزاعم محتملة لحالات فردية تمس حقوق الإنسان إلى جانب العمل باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة لمثل هذه الحالات وفقا للدستور والقوانين والأعراف المتبعة وتؤكد وزارة الخارجية على أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشان خاصة أن المملكة حققت مكتسبات حقوقية عديدة جديرة بالإشادة والاقتداء وفي ظل مجتمع منفتح ومتسامح يكفل لجميع أفراده التمتع بكل الحقوق والحريات